اشتركوا في القناة في المنزل الخميس سبعة وعشرين اثنين القمر موجود في الحمل في منزلة البطين وهي المنزل الجيد للتهديئة لتهديئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ومعروف انه تأثير القمر لما بيكون موجود في الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ونكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل اننا نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور كمان يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا انه هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير ممكن يوقعنا هذا في متاعب او مشادات غير مرغوب فيها ونفقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لهيك اشي يعني يمكن شراء بطاقة يانصيب او ادخال تعديل على قصة الشعر واقامة حفلة ما اما بالنسبة لورقة اليانصيب فطبعا حسب برجك وعلى حسب بيتك الخامس اذا كان ايجابي او سلبي بتاخذ في الموضوع هذا ولكن انا يعني مش كثير في هذا الموضوع او بحبذ هذا الموضوع لانه هذا الو حسابات خاصة والو طريقة حسابات حسب الخارطة الفلكية وكواكب مشتري زهراوين موجودة ودخلة الخامس ولا لا عملت زوايا معها يعني الها قصة حسابية طويلة عريضة خصوصا للحضوض اما بالنسبة للزوايا الفلكية فهي اليوم طبعا اللي بيعرفوا بالجداول الفلكية بيعرفوا انه اليوم في ثلاث زوايا فلكية ولكن احنا منحسب من الحلقة للحلقة هل في زوايا فلكية منحكيها فيش زوايا فلكية ما منحكيها او منحكي الاشي اللي بيجي بين الحلقتين اللي هي من الان لغاية الحلقة القادمة اللي هي بكرة بنفس الوقت فاذا كان بعديها في ساعات مثلا احنا ما منحكيها طبعا بالنسبة لليوم زاوية وحدة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة تسعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يجب أن نتوخى الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للقمر حكينا أنه موجود بالحمل فخلو المسار القادم بيكون يوم ثمانية وعشرين اثنين في تمام الساعة ثلاث وخمس وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها بنتقل لبرج الثور عمر القمر القمر ولادته الهلال أربع أيام في تمام الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها لهذا اليوم الشمس فالحوت حتى عشرين ثلاثية المزاج سعيد القمر فالحمل حتى ثمانية وعشرين اثنين المزاج سعيد عطارد فالحوت فالالحوت بالتراجع حتى يوم أربع ثلاثي وبعدين بيرجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة فالحمل حتى خمسة ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 33 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ بعملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22-3 المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم تهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريع جديدة تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور النفسية اليوم يعني أحسن من الأمس في نوع من أنواع الطاقة الإيجابية عندك حابب تنجز أشياء كثيرة اليوم تهتم في نفسك في لبسك في قصة شعرك اليوم في عندك مرحلة تجميل شخصية ممكن تهتم فيها يعني بشيء العلاقة بالمظهر العام أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم في فرص لهدية أو دعم أو أموال تجيك من خلال عمل إضافي أو على شكل هدية أو هبات أما بالنسبة لبيتك الرابع فمستقر الأمور ما زال الجو مناسب جدا حاسس أنت اليوم بالراحة والطمأنينة داخل البيت في نوع من التواصل بينك وبين أخ أو بينك وبين العيلة بتهتم بأحد الوالدين وممكن بأحد الأبناء ويكون في مشاورات أو مباحثات ما بينك وبينه أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه اليوم عواطفك أحسن من الأمس في عندك هيك نوع من الطاقة للحب مش جياشي ولكن أنه يعني بتعطيك نوع من أنواع التواصل الإيجابي مع الحبيب تقدروا تعالجوا أي مسألة قديمة في خلال هذا النهار في عندك حب للخروج أو النزهة أو عمل شيء مناسب لإلك اليوم يرفع عن نفسك حاول أنك أنت تستغل هاي الإيجابية بالإيشي الإيجابي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف بيت الشراكة في طاقة عالية جدا فاليوم تقدر تستغله لمصالحة أو لتدعيم شراكتكم المالية والعاطفية ممكن أنك اليوم تخوض في مسألة معينة إلها علاقة بالشراكة توقيع عقد أو مشروع جديد أو تنمية الشغل اللي أنت بتشتغل فيه أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم في بعض الأمور الإيجابية بتساعدك على تحصيل بعض الأموال إما بتيجي على شكل هبات أو عن طريق قرض بنكي أو عن طريق صداد ديون أو ممكن تجد شيء كان مفقود منك بتهتم بالقصص الخيالية والأسطورية ممكن اليوم أنت تبحث في مسألة إلها علاقة بالتاريخ أو بأسطورة معينة أو بقصة قديمة عن العائلة أو تاريخ العائلة يعني من هذا الباب في منك ورح يهتم بأمور الميراث أو الأمور تحصيل من ضريبة أو من تأمين أما بالنسبة لبيتك التاسع فبحذر أنه اليوم الطاقة شوي سلبية فيه يعني حاول أنك ما تعتمد كثير على الحظوظ حاول أنك أنت تبذل جهد أكبر دراسي عشان إذا عندك امتحان أما إذا كان عندك سفر فبدك تتفقد جميع أوراقك عساسا وما يصير عندك لا تأخير ولا مماطلة أو تعطيل في السفر وفي نوع من التواصل رح يكون مع مؤسسات تعليمية أو جامعة أو أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بيت السمعة فبقول لك اليوم امسك أعصابك حاول أنك ما تنفعل وما تعمل أي شيء يشوه سمعتك حاول أنك تكون هادي جدا انجز الأعمال الموكللة إلك بهدوء وحاول أنك أنت تتواصل بطريقة إيجابية مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تواصل مع أحد الأصدقاء ولكن حاول أنك ما تنفعل وما تعصب وما تعمل أي شيء ممكن أنه يفقدك صديق أو أنه يصير في مشاكل بينك وبين صديق رغم أنه في البعض ممكن يكتشف خيانة صديق لإله في خلال الفترة هاي أو تآمر عليه أو أنه أساءله فيصير في خلاف ما بينهم بهذه الفترة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال الخطر موجود حاول أنك أنت تحمي نفسك راقب وضعك الصحي وراقب أعمالك حاول أنك ما تخليها تتراكم على أساس أنه ما يصير فيه ضغط عليك حاول أنك تنتبه لغذائك وما تروح لأماكن مجهولة وما تئت من سرك لأي شخص ما بتثق فيه أو حتى لو بتثق فيه يعني شايف بيت المتاعب دائما يحذر من إفشاء الأسرار برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وممكن إنها تلتغي اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنك ممكن تتفاجئ إنه اليوم بلتغي إذا عندك سفر أو عندك حاجز لسينما أو لأمطعم أو لأي شيء حاول إنك أنت يعني إن شعرت بسوء تفاهم ما تنفعله ما تعصب هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك طبعا بالنسبة لبيتك الأول شخصيتك يعني رغم الضغط اللي موجود عليك من بيت المتاعب ووجود القمر فيه إلا إنه اليوم أنت عندك نفسية يعني شوي أحسن عندك اهتمام بنفسك بصحتك بمعارفك فيه لقاءات ودي رح تكون خلال هذا النهار واهتمام بمظهرك العام أما بالنسبة لبيتك الثاني فالفرص متاحة لأموال أو مكاسب أموال عادة بتجيك من عمل إضافي أو عن طريق هدية أو هبة في منك رح يحصل على هدية قيمة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت يعني زي الأمس في نوع من أنواع التفاهم والتواصل مع أفراد البيت ولكن مش بالقوة الهائلة جدا حاول أنك تتمالك نفسك من العصبية والإنفعال أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف بيت الشراكة المالية والعاطفية اليوم في أوجه من الحضوظ فاليوم ممكن تعمل مصالحة معينة مع شريكك بالمال أو بالعاطفة وممكن يصير تفاوض أو تباحث على توقيع عقد معين أو مشروع جديد أو ممكن اتفاق ما بينك وبين شريكك بالعاطفة على حل مشكلة معينة أو على خطة قادمة أو على مشروع قادم أو شيء له علاقة في البيت أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور إيجابية للي بحاول أنهم يطلبوا مساعدات أو قروض بنكية أو أي شيء له علاقة بالاهتمامات المادية ممكن تحصلوا على مبلغ مالي بجيكوا عن طريق هبا أو هدية أو مساعدة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه منتحس لدرجة عالية جدا وهذا بيت السمعة فحاول أنك أنت ما تدخل بخضم أي نقاش أو شيء يعني يسيء لسمعتك حاول ما تدخل بجو مشحون أو نوع من العصبية أو مخالفة القوانين أو المواجهة مع رجال الأمن حاول أنك أنت تكون هذي وتمشي الفترة هاي على خير أما بالنسبة لبيتك لحد عشر فأنا شايف أنه اليوم أقوى من الأمس في الدعوات فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو تواصل معهم لحل مشكلة معينة أو نوع من أنواع التكريم لإلك أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه ضاغط عليك بشكل كبير حاول أنك أنت تلتزم بما ورد ببداية الحلقة عن القمر لأنه بأثر عليك بنفس التأثيرات برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه إيجابي شيئا ما يعني عندك ثقة بنفسك اليوم عندك نوع من أنواع الاهتمام بنفسك بشكل واضح جدا يعني عندك نوع من التغيير يعني زي الأمس أو أحسن يعني بأكثر من الأمس أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية ما زالت موجودة حضوذها فممكن يجيك دعم مالي عن طريق عمل إضافي أو مساعدة أو هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك اهتمامات في الاتصالات والمواصلات والتنقلات ممكن يكون عند بعضك في امتحان رح يكون الامتحان لصالحه وتنقلاتك رح تكون إيجابي وسفرياتك القصيرة رح تكون ممتازة حاول تستغل الفترة هاي في أي شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات حتى لو فكرت تشتري بسيارة فاليوم مناسب جدا ولكن عليك أنك تتفقدها بشكل جيد تتفقد أوراقها بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم في نوع من أنواع التواصل العائلي في نوع من أنواع النقاشات العائلية ممكن تتدخل في موضوع اليوم صحيح أنه ممكن تحتد فيه ولكن أنه بتكون النتائج إيجابية لصالحك حاول أنك تكون هادي وحاول أنك تتفاهم مع أهل البيت بأي طريقة كانت إذا صار عندك شيء له علاقة بالتصليحات أو الأعطال المنزلية اهتم فيها بهدوء بدون عصبية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه فارغ ما فيه أي تأثيرات لا سلبي ولا إيجابية في بيت الحظ والعاطفة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع الاهتمام بالصحة أكثر أو الاهتمام بالأعمال أو إنجاز كثير من الأعمال اللي كانت متراكمة أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية ففيه نوع من أنواع التواصل بينك وبين الشريك ممكن يساعدك في مسألة معينة أو يشور عليك في نصيحة معينة وممكن يصير فيه نوع من التفاهم لوضع حل أو تسوية لبعض الخلافات أو النزاعات القديمة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف اليوم اللي عنده اهتمامات في البنوك أو معاملات البنوك أو بده قرض فاليوم مناسب جداً لهذه الأمور ممكن الحصول على مبلغ مالي بيجيك عن طريق دعم أو عن طريق مساعدة من أشخاص معينين بتعرفهم أو ما بتعرفهم اللي مدين أشخاص بقدر اليوم يطالب في ديوني ويحصلها ممكن تلاقي شيء كنت فاقده من فترة يعني أشياء بتضيع من البني آدم فاليوم ممكن أنت تلاقي هذا الإشي اللي كان ضايع منك واللي في منكه رح يكون له معاملات مع الدوائر الحكومية رح تمشي بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك التاسع فما زال الأمر ضاغط على الامتحانات فاللي عنده امتحان ما يعتمد على الحضوض نهائياً في هاي الأيام يحاول أنه يدرس ويجهز حاله للامتحان أما اللي عنده سفر واللي عنده قضية قضائية أو عنده شيء له علاقة بالأمن أو شيء له علاقة بالسفر أو الاتصالات الخارجية مع أشخاص أجانب فبدهم يمسكوا عصابهم ويحاولوا يكونوا دقيقين في التعامل على أساس أنه ما يخسروا أي حدا من اللي بعرفوهم وإذا كنت على سفر تفقد أغراضك وأوراقك وحجزك وحاول أنك تكون في المطار قبل الموعد بفترة واللي بسوء السيارة على الطرق البعيدي أو المفتوحة يحاول أنه ما يغامر وما يتهور الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف ضاغط عليك بشكل كبير بيت السمعة فممكن يشكل لك بعض الخلافات على مستوى علاقتك مع رؤساءك في العمل أو زملاءك في العمل وممكن أعمالك تتراكم عليك وما تقدر تنجزها حاول تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال المتراكمة حتى ولو كثرت وحاول أنك ما تدخلش بمواجهات أو مخالفات قانونية ممكن تسيئل سمعتك أو أي شيء بسيئل السمعة حاول أنك ما تعمله في خلال هذه الأيام أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف عن مستوى الصداقات صحيح القمر فيه بدعم الوضع تاعك ولكن أن وجود القمر في هذا المكان بكون ضاغط عليك على مستوى الصداقات فمنكم ممكن أنه يندعي لحفلة وما يروح أو يكون مدعو لحفلة وتلتغي أو ممكن يروح وصير فيه مشكلة بينه وبين أشخاص أو يحمل على نفسه أو يتحسس من ردة فعلهم فيعمل مشكلة فيحاول قدر الإمكان أنه يمسك أعصابه وما يحلل زيادة عن اللزوم لأنه ممكن يصل لمشكلة وما يقدر يحلها بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيت متعبك فاليوم أخف ضغط من الأمس فعشان هيك اليوم بصير فيه نوع من الاهتمام بالصحة وإنجاز الأعمال المتراكمة رغم أنه هي كثيرة ولكن بدك تراقب وضعك الصحي برضو برج السرطان تظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في إثبات جدارته للمسؤولين بيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك تهدئ من عصبيتك هذه فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه الأمور ممتازة جدا اليوم عندك اهتمام أكثر بنفسك وحابب أنه اليوم أنت تنجز أشياء كثيرة إلها علاقة بشخصيتك أو بمظهرك العام أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم في فرص أكثر من الأمس للحصول على أموال يبتيجي إما من عمل إضافي أو هبة أو مساعدة أو دعم وفي منك رح يحصل على هدية أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع الضغط ولكن أنه بتمشي الأمور بشكل جيد حاول أنك ما تعصب وتمسك نفسك من العصبية أثناء النقاشات داخل المنزل حاول أنك تكون عنصر إيجابي في نوع من التواصل رح يكون بينك وبين أحد أفراد العائلة إما لمساعدة أو طلب مساعدة أو مشهورة أو لحل مشكلة ما منزق عائلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية يعني موجودة ولكن مش بالقوة اللي تسمح لك أنك أنت تخرج بنوع من أنواع النزوات في هذا اليوم حاول أنك أنت تتواصل مع الحبيب وحاول أنك تكون إيجابي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور إيجابية دعمة على مستوى العمل ممكن اليوم تحصل على معلومات عن عمل جديد أو تترقى في عملك أو تبدأ بعمل يعني جديد أو خاص أو يتوقع وكلك تحليل لأمر أو معالجة مشكلة معينة فبتكون أنت يد المسؤولية في منك رح يهتم بصحته بشكل إيجابي أو بفكر بجراء فحوصات روتينية أو مراجعة طبيب لمشكلة قديمة أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه ضاغط عليك بشكل كبير بيت الشراك المالي والعاطفية حاول أنك أنت ما تدخل بأي نقاشات حادة بينك وبين الشريك أو خصوصا شريك العاطفة لأنه ممكن هذا النقاش يوصل لمرحلة من القطيعة أو الفراق في الفترة القادمة أو خلافات تدوم لفترة أطول أما على مستوى الشراك المالية فحاول أنك تمسك أعصابك في النقاشات وما تدخل بمواجهات مع الشريك بالفترة هاي لأنه أنت العنصر الغاضب فممكن أنك تثير المشاكل بعصبيتك بدون ما أنك تضع حلول أما بالنسبة لبيتك الثامن فحاولوا أنه ما تدخلوا بأي خلافات إلها علاقة بالدوائر الحكومي إنجز الأعمال الموكلة لإلك حتى لو كثرت أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده امتحان أو عنده سفر اليوم بده ينتبه وبده يهتم بأموره بشكل قوي فالامتحان بدك تدرسله وبالنسبة لسفر بدك تستعدله بدك تتفقد كل أوراقك كل أغراضك تروح قبل الطيارة بوقت يعني حاول أنك أنت تكون حذر لأنه ما في حظ بالعكس في أشياء ضاغطة عليك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة واللي موجود في القمر صحيح أنه هو بيقول لك هدئ من روعك فأنت بدك تهدئ من روعك قبل ما بتقدر هذا بيت سمعة فما في مزح حاول أنك ما تعمل أي شيء ممكن يوتر أو يشوه سمعتك بالفترة هاي حاول أنك أنت تتعامل مع المسؤولين بطريقة إيجابية أو مع زملائك بالعمل وحاول أنك تنتج وتنجز الأعمال المكللة لك هاي فترة مشحونة ومتعبة وفيها نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ورح تكون إيجابية ورح تتسعد فيها وممكن تحصل فيها على تكريم أو هدية أو ممكن حتى الإشادي فيك بحضورك لأنه رح يكون الأمر إيجابي وممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت المتاعب عندك ضاغط جدا فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال الموكللة لك بدون ما تجهد نفسك وحاول أنك تراقب وضعك الصحي حاول أنك أنت تكون هادي بدون عصبية حاول أنك ما تتأمن لحدا على سرك بالفترة هاي قلل من حديتك وعصبيتك أو احصرها أو قيدها لأجل أنه ما تخسر حدا أو ما تزعل حدا منك في هذه الفترة وحاول أنك ما تروح على ماكن أنت بتجهلها فهي الفترة بتقول لك احذر ما في داعي لا للمغامرات ولا للمخاطرات برج الأسد ابتنشطوا في السفر أو اتصال بعيد يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين خصوصا مع الجهات المسؤولة ابتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد لا تهم الواجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير أهم إشي أنك تتقدم بجراءة وثقة هيك القمر بحكي لك هل إنا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه إيجابي دعمك بشكل جيد جدا بتقدر من خلاله أنك أنت تتحرك لنوع من أنواع التغيير فيك كاهتمام بنفسك أو بصحتك أو بشكلك حتى أو بقصة شعرك أو بهندامك ثقتك بنفسك عالية بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الحضوض فيه ضعيف جدا ورغم أنه فيه فسحة أمل أنك أنت تحصل على بعض الأموال من الأعمال الإضافية أو على شكل هدية أو هبة ولكن بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والاهتمامات ممكن أنك أنت اليوم تنجز أشياء كثيرة وتكون كلها إيجابية حتى لو كان امتحان رح يكون فيه إيجابية عالية رح يكون عندك اهتمام عالي بالاتصالات والمواصلات يعني ممكن شراء سيارة أو استبدال سيارة أو تصليح سيارة أو شراء جهاز خليوي أو يعني أي شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة لبيتك الرابع فيه نوع من أنواع الاهتمام بأخ أو أب أو أم يعني من ناحية صحية أو من ناحية مشكلة أنت بتهتم فيها بتحاول تدخل بشكل إيجابي لحلها حاول أن يكون فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي بغدوء فيه نوع من أنواع الألفة ما بينك وبين أهلك في البيت وممكن يكون فيه نوع من أنواع التفاهم أو النصيحة لأحد الأبناء أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه إيجابي جدا لسه الأمور والعاطفي جياشي لعندك ممكن أنه أنت اليوم تتواصل مع الحبيب بشكل جيد جدا ويكون فيه مقترحات أو مساعدات ما بينك وبينه ممكن تخرج فيه نزهة أو نزوة أو نوع من أنواع التغيير في حفلة أو دعوة للترفيه بس حاول أنك أنت ما تتهور أما بالنسبة لبيتك السادس فيه من كل يوم رح يهتم بصحته بشكل أكبر ممكن تعاني من بعض الخربطات الصحية يعني مش الشيء الخطير ولكن أنه شيء بيهتم يعني بتطلب منك الاهتمام والرعاية في منك اليوم رح ينجز كثير من الأعمال المكللة إلو أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية بدعمك بشكل إيجابي للتواصل مع الشريك ممكن لحل مشكلة أو للتفاهم أو لاتفاق على خطوة معينة يعني الفترة هاي إيجابية وبتدعمك وبالدعم موقفك مع الشركاء عاطفي أو عمل أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور إيجابية لطلب بعض الأموال إما من قروض أو مساعدات أو من أشخاص بمتلكوا قدرة على أنهم يساعدوك بالفترة هاي ماليا في منكوا رح يهتم بأوراق قانونية وممكن أنه ينجز أشياء إلها علاقة بالضريبة أو إلها علاقة بالأمور التأمين وفي منكوا رح يهتم بالأمور الغيبية كقصة أو أسطورة أو حتى لو حضوء أنه يحضر فيلم أما بالنسبة لبيتك التاسع فبدك تحضر وتدير بالك خلال هذا النهار من السفر الطويل أو العلاقة مع ناس خارج البلاد حاول أنك تكون حذر في التعامل خوفا من إزعاجهم أو أنه يصير فيه نوع من أنواع المشاكل ما بينك وبينهم وأنتي مش حاسس حاول أنك تهتم بأمور السفر إذا كان عندك سفر بأنك تكون في يبل موعد الطيارة في المطار وتفقد أوراقك وأغراضك خوفا من النسيان أما إذا كان عندك امتحان فبدك تستعد وما تعتمد على الحضوض امتحان أو مقابلة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال في قليل من الخطر موجود فحاول أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك أو يثير التساؤلات أو يسيء لك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة وأنت جاهز لحضورها رح يكون فيه أشياء إيجابية في هذه الحفلة وممكن أنه أنت تتميز أو تكون عنصر مميز داخل هذا المكان أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايف أنه ضاغط يعني زي الأمس فبحذرك نفس التحذيرات لا تخلي الأعمال تتراكم عندك لا تقصر في أعمالك حاول أنك أنت تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال راقب وضعك الصحي وأخلد للراحة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لا لياقة جسدية وأعصاب متينة في هذا الأسبوع أو الفترة المقبلة لا تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية أيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني بدعم وضعك النفسي شوي شخصيتك أحسن عندك اهتمام بمظهرك عندك ثقة عالية بنفسك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور المالية اليوم جيدة ممكن يجيك مال عن طريق شراكة أو تعويض أو أعمال إضافية ولكن بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من الحركة والاتصالات والمواصلات والتنقلات حاول قدر الإمكان أنك أنت تستغلها بشكل إيجابي في منكم ممكن يهتم بسيارته أو بجهازه الخليوي أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور البيتية اليوم بأوجها في نوع من أنواع الحلول للبيت أو مسائل إلها علاقة بالبيت أو مشاكل إلها علاقة بالبيت بتحاول تحلها عندك قدرة اليوم على تهدئة النفوس أو حل وضع معين أو إقناع أهل البيت بوجهة نظرك في منكم ممكن يكون عنده فرحة أو مناسبة سعيدة داخل البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايفه ضاغط بشكل كبير فأنت بدك تنسى أمر الحظوظ الحظوظ ما بتدعمك أو بدك تنسى أمر العواطف إنك ما تحتد فيها لأنه الأمر سلبي جدا ففي قابلية للعصبية والمشاكل وفي قابلية لأنك تختلق مشكلة من لا شيء حاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الاهتمامات بالصحة وبالأعمال وعندك نشاط بتطلب أنه أنت تكون جاهز لأي عمل إضافي بجيك أما بالنسبة لبيتك السابع فبرضو إلو علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وبرضو حاد جدا فإذن بحذر موليد برج العذراء من أي خلافات مع الحبيب أو مع الأزواج أو مع الزوجات في هذا النهار لأنه الأمور حادي جدا ممكن تصير مشكلة من لا شيء وتفقد السيطرة لدرجة أنه توصل لمرحلة يكون فيه نوع من أنواع الجفة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركو أكثر إشي بالفترة هاي صحيح أنه الفرصة يعني فيه فرصة لتحصيل مالي ولكن فرصة الدفع والتكاليف والتلاعب المالي والاهتمام بالأمور المالية إيجابي أو سلبي رح يكون هو اللي مسيطر خلال هذا النهار حاولوا أنك تقللوا من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه الاهتمام بالسفر وارد أمور القضائية واردة واللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد جدا خلال هذا النهار حاول أنك أنت تركز وتستغل الفترة هاي بشكل إيجابي إن كان على مستوى السفر أو الامتحانات أو علاقتك مع مؤسسات خارجية أو حتى بالتواصل مع ناس خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو عالي الحدية وسلبية عالية جدا لا تعمل أي شيء ممكن يشوه سمعتك ودير بالك من المخالفات القانونية والمواجهة مع رجال الأمن خاصة أو رجال القانون وما في داعي لأي مواجهة مع رؤسائكم بالعمل أو زملائكم في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اليوم رح يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة الفترة هاي إيجابية بتدعم من موقفك وبتدعمك بشكل إيجابي جدا وممكن بعضك يحصل على هدية أو تكريم من خلال مناسبة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو عالي جدا بالضغط لدرجة أنه اليوم يعني أنت ممكن تتصرف أي تصرف يتهدد في أمنك أو سلامتك حاول أنك تركز مزبوط احمي نفسك حاول أنك تعالج الأمور بقراوية انجز الأعمال اللي بين إيديك بدون ما تجهد نفسك حاول أنك أنت تحل أي أمر بسهولة وسلاسة بدون عصبية وتوتر وحاول أنك تهتم بوضعك الصحي شوي برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز في هذا اليوم إثارة المتاعب اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا إيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنت اليوم نفسيا مرتاح مبسوط سعيد حابب أنه اليوم أنت تعمل نوع من أنواع التغيير تهتم في نفسك الزيادة ثقتك بنفسك عالية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه الأمور اليوم إيجابية وعندك نوع من أنواع التنقلات الكثيرة اتصالات بعيدة أو قريبة عندك نوع من أنواع الاهتمامات إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وممكن بعضك يحصل على هدية جهاز تليفون مثلا في نوع من الاهتمام برضو في أحد الإخوة أو المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه في ضغط موجود في بيت الرابع دير بالك من النزاعات والخلفات على مستوى البيت أو مع أحد أفراد العائلة ممكن بعضك يهتم بصحة أب أو قريب لإلهم مقرب كثير بحاجة للمساعدة أو يكون في خطر صحته مثلا أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه الأمور العاطفية لا هي إيجابية ولا سلبية أنت عايشها بروتين حاول أنه ما تغامر اليوم وما تدخل في أي شيء تعتمد فيه على الحظ أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الوضع الصحي شوي تعبان حاسس أنه أنك أنت مش مرتاح حاسس أنه في بعض التوعوكات الصحية فيه منك ورح يتراكم عليه الأعمال أو العمل لدرجة أنه ما يقدر ينجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أو يدخل فيه مشاكل من خلال عمله حاول أنك تحذر وتدير بالك أما بالنسبة لبيتك السابع علاقتك بشريكك بالعاطفي أو بالمال هي جيدة جداً ممكن أنكم ترغبوا في تدعيم شراكتكم يعني تقدروا برضو تطلبوا تعاون من طرف ثاني في خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه فيه كثير اليوم أشخاص اللي هم تحركات على الأمور البنكية أو المالية ممكن يحصلوا على مال عن طريق عمل إضافي أو عن طريق هبة أو عن طريق مساعدة أو عن طريق قرض يعني من أكثر من باب أو حتى ممكن أنك تحصل أموال إليك كنت مدايينها لأشخاص ومش قادر تستردها بالفترة الماضية اليوم تستردها ولكن بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو يعني ما فيها السلبية فيه قليل من الإيجابية على مستوى الامتحانات والسفر والتنقلات والاتصالات اللي بعيدة كلها جيدة ولكن برضو ما تعتمد على الحضوظ إذا كان عندك امتحان أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة دير بالك من أي تصرف سيء لسمعتك ما في داعي لمواجهات مع رجال القانون أو مخالفة القانون حاول أنك تكون حذر ولا تدخل بصدامات مع رئيسك بالعمل أو مع زملائك بالعمل وإنجز الأعمال الموكلة لإلك بدون عصبية وإنفعال أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى ممكن يجيك دعم من خلال مناسبة أو تكريم أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال بيت متعبك ضاغط دير بالك من التهور أو المغامرة الغير مدروسة بتصير تهور بالفترة هاي فإحذر حاول أنك أنت تنجز الأعمال الموكلة لإلك صحيح أنها متعبة وصحيح أنه أنت ما عندك القدرة على إنجاز كثير من هاي الأعمال ولكن بدك تحاول أنك تراقب وضعك الصحي وتنجز ما بتقدر اللي بتقدر عليه من الأعمال المتراكمة برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من زملائكم في العمل نظموا جدول غدائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير إلى العمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما أنك تشعر بالتعب خلال هذا النهار هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول اليوم عندك اهتمام مواضح بنفسك عندك ثقة عالية بنفسك عندك نوع من أنواع الاهتمام التجميلي أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم الفرص متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي أو على شكل هدية أو هدية تحديدا ممكن مش فلوس ممكن أي شيء هدية تجيك حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك الثالث في عندك اليوم أقل من الأمس تحركات واتجاهات الاتصالات والتنقلات يعني في تنقلات ولكن إنه مش هالإشي اللي مثل الأمس حاول أنك أنت تستغلها بالشكل الإيجابي اللي عنده امتحانه رح يكون الوضع جيد ولكن بنصح أنه ما يعتمد على الحضوض يكون مستعد لامتحانه أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو بعزز أمر الاهتمام بصحة أحد المقربين لإلك أو اهتمام في أمر البيت أو وضع حلول لشيء إلو علاقة بالبيت أو تزبيطات أو تحسينات أو ممكن عطل معين وأنت تحاول أنك تعالجه أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الضغط عالي جداً عن المستوى العاطفي لدرجة أنه اليوم ممكن تنفجر في حبيبك بأي لحظة حاول أنك تمسك أعصابك لفترة هاي خالية من الحضوض وعالية الحدية والتوتر ما بينك وبين الحبيب وممكن في بعضك بشك حتى في الحبيب حاول أنه يعني تنفس عن نفسك شوي هيك وما تشك لحد ما تتأكد أو حاول أنك تنسى الموضوع فترة لحد ما تتبين لك الأمور أكثر ما تتعب نفسيتك ما فيه إشي مستاهل أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك قدرة لإنجاز كثير من الأعمال الموكلة إلك عندك قدرة أنك أنت تنجز كثير من الأعمال هاي وبمساعدة صديق أو بتعاون زميل معك المهم أن الأمور إن شاء الله مسيطر عليها أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو جيد للتفاهم والتواصل مع الشريك أو حل أمر معين أو الاتفاق على خطة قادمة أو حتى طلب دعم من الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم في منك إلوه اهتمام بالأمور القضائية والقانونية أو الأمور البنكية إما لطلب سلفي أو دين أو ممكن تجي أموال عن طريق هبة أو مساعدة أو تحصيل دين قديم وفي منك رح يهتم بقصة تاريخية أو حضور فيلم أسطوري أو ممكن قراءة كتاب أو قصة أو يهتم في الأمور الغيبيات أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف الأمور يعني فيها إيجابية للسفر والتنقلات والدراسة والامتحانات والمحاكم والقضايا يعني كلها هاي إيجابية فبتساعدك بشكل عالي جدا حتى في الاتصالات الخارجية وطلب المساعدة من الخارج أو التواصل مع شركات أجنبية للعمل أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بيت السمعة دير بالك إنك تعمل أي شيء يشوه السمعتك حاول إنك تكون حذر في الفترة هاي حاول إنك ما تخالف القوانين ما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن وحاول إنك أنت تحل كل الأمور بشكل عقلاني إنجز الأعمال للموكلة لإلك بدون مواجهات مع رؤسائك في العمل أو زملائك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة الوضع إيجابي وداعم بالفترة هاي بساعدك في كثير من الأمور حاول إنك أنت تلب النداء ممكن بعضك يحصل على تكريم أو هدية خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو ضاغط بشكل كبير حاول إنك ما تخوض في أي نقاشات أو نزاعات ممكن إنها تحتد وتكبر لدرجة إنك تفقد السيطرة وممكن إنه يجيك وجع تراس حاول إنك أنت تنجز الأعمال الموكلة لإلك وحاول إنك تأخذ قسط من الراحة وراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما في داعي للمغامرات لأنه في هذه الفترة اسمها تهورات برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة احتمال قلق اتجاه أحد الأحباء عندك نشاط ديناميكي عندك حركة بتميل للهو والترفيه عن النفس أنت بالفعل تستحق هذا الإشي ولكن لازم إنه شوي إنك تتخذ خطوات مفيدة تستغل من الإيجابيات خلال هذا النهار أكثر من الترفيه هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني فيه نوع من أنواع عدم الثقة بالنفس فيه تقلب ما بين واثق ومش واثق باهتم في حالي مش مهتم في حالي فيه نوع من الخربطة موجودة في المكان حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتثق بنفسك وقدراتك حاول تعمل تغيير حتى لو بمظهرك اهتم بشكلك العام عشان تغير نفسيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنت عندك كثير ضغط مالي خلال الفترة هاي عليك كثير من المستحقات عندك اهتمامات بالأمور المالية ممكن فوترة أو جدولة أو أمور إلها علاقة بحل أزمات مالية بالفترة هاي حاول إنك أنت تحلها بعقلانية بدون تهور وما تتراخها في عملية الحل بالعكس كون نشيط في عملية حلها ما تخليها تتراكم عليك وقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف إنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والتنقلات والاهتمام العام رح يكون مصلط على التنقلات أو على السيارات أو على الاتصالات يعني الفترة هاي إيجابية بتدعمك اللي عنده امتحان رح ينجز واللي عنده سفر قصير رح يكون مفيد جدا وتنقلاتك رح تكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك الرابع ما زال في نوع من أنواع القلق اتجاه أحد أفراد البيت في نوع من المشاعر الجياشي اتجاه أحد الأحباء ممكن يلفت انتباهك أو يكون بحاجتك أو في نوع من أنواع المحنية لشخص معين من أفراد البيت حاول انك انت تمسك حارك من هذه المشاعر وحاول برضو انك ما تعصب وما ثور في أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف انه اليوم عندك اهتمامات عاطفية عالية جدا وعندك حب للهو والترفيه عن النفس ولكن حاول قدر الإمكان انك تسخر هذه الأمور في الأمور الجيدة مش في الأمور اللي مش جيدة أو السلبية حاول انك تستفيد من الحظوظ اللي بتدعمك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس عندك اهتمام صحي في وضعك الصحي ممكن اليوم تتحرك لإجراء فحص معين أو لأخذ مكملات غذائية أو الاهتمام بفحص طبي وإنجاز كثير من الأعمال المكلة لإلك أو المتراكمة عندك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف انه اليوم في عندك نوع من أنواع التواصل مع شريكك بالمال أو شريكك بالعاطفة أو وضع خطة معينة لحل بعض الأمور العالقة في نوع من أنواع التفاهم والانسجام مع هذا الشريك أما بالنسبة لبيتك الثامن ما زال في مطاردات أو عند بعضك للإهتمام بأمور القروض أو السلف أو الأمور البنكية أو الأمور اللي إلها علاقة بالتأمين أو الدوائر الحكومي اليوم برضو رح يكون في نوع من الإيجابية وبدعمك الحظ في هذا المجال بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه شوي اليوم بدك تهتم في حالك أكثر ما في داعي للإنفعال والتهور والمغامرة أثناء القيادة خصوصا في الطرق المفتوحة حاول اللي عنده امتحان اليوم يكون جاهز ومستعد ما يعتمد على الحظوظ يحاول أنه ينطلق بشكل إيجابي بأي أمر العلاقة بالسفر أو القضايا القضائية لا في نوع من أنواع الضغط السلبي ولا في حظوظة بتدعمك في هذا المكان ولكن في أول الساعات من بث الحلقة هاي يعني الأمر بكون ضاغط في نوع من أنواع السلبي وبعدين بختفي أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فالأمور ضاغطة بشكل كبير دير بالك من المخالفات القانونية المواجهة مع رجال الأمن أي شيء بمس سمعتك حاول أنك تتجنبه بخلال هاي الفترة حاول إذا عندك أعمال إنجزها ما تدخل بمواجهات مع مسؤولينك بالعمل أو زملائك بالعمل حاول إنك أنت تحمي نفسك بالفترة هاي من تشويه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة أو لقاء صديق أو مساعدة صديق أو تعاون مع صديق في حل مسألة معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تحصل على نوع من أنواع التكريم أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف إنه لسه ما زالت الأمور ضغط عليك فحاول إنك أنت ما تتهور وما تعصب وما تثير المشاكل خلال الفترة هاي لأنه بيت المتاعب رح يفتح لك مواجهة مع عدو أنت ما رح تكون كفء لمواجهته بالفترة هاي حاول إنك تمسك أعصابك أما بالنسبة لأعمالك حاول تنجزها بدون ما تجهد نفسك وحاول إنك تأخذ قصد كافي من الراحة واهتم شوي بصحتك برج الجدي ابترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها فيه نوع من أنواع تبادل زيارات أو اتصالات عائلية مهمة لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك على مستوى الشخصي أنت اليوم فاقد تماماً الثقة بالنفس فيه نوع من أنواع المشاعر الغريبة بتراودك أفكار سيئة نوع من الطاقة السلبية مسيطرة عليك حاول إنك تتجاوز الفترة هاي بهدوء بدون ما إنك أنت تعصب وبدون ما تشحن نفسك بطاقة سلبية اطلع من الجو هذا بأي طريقة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف عندك اهتمامات مالية اليوم في فرصة للحصول على مكسب مالي من شراكي أو من تعويض وممكن يجيك من عمل إضافي أيضاً حاول إنك تستغله بشكل إيجابي ويقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والتنقلات ولكن أنت مزاجك عصبي دير بالك أثناء القيادة من التهور من شيء إلو علاقة بالسيارة هو عطل هو أمر إلو علاقة بحادث إلو علاقة بتوترك تشتت ذهنك يعني حتى بالسفريات القصيرة بدك تكون حذر جداً أي اثناء التفاهم مع الناس بدك تمسك أعصابك من الإنفجار والإنفعال المبالغ فيه أما بالنسبة لبيتك الرابع في نوع من الاهتمام بمساكنك وتفاهم مع أفراد العائلة فيه منكم ممكن يعزز الروابط اليوم العائلية ولكن بدك تحذر من الهواجس زي ما حكالك القمر يعني فيه نوع من أنواع التوتر أو حدث طارئ ممكن يكون على مستوى البيت أو أفراد البيت أو أحد أفراد البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أن الأمور العاطفية جياشة عندك يعني ممكن أنه عندك عاطفي ما بتقدر تعبر عنها بس مجرد كلام حاول أنك أنت تسيطر على حالك وعلى عواطفك خليها بالاتجاه الإيجابي واكسب من الحضوظ والعاطفي قد ما بتقدر خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتقدر اليوم تحقق كثير من الإنجازات وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه اليوم في عندك كثير من التفاهم مع شركك بالمال أو بالعاطفة حاول أنك أنت تتواصل بهدوء وحاول توصل لحلول أو طلب دعم معين أو مساعدة معين في حل مشكلة معينة العلاقة بالشراكة أما بالنسبة لبيتك الثامن ما زال الأمر ما فاقد من الإيجابية هذا النهار لا طلب المساعدات أو الدعم المالي يعني في عندك نوع من أنواع التحرك على هذا الاتجاه ولكن مش بالقوة المطلوبة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والسفريات والتنقلات واللي على سفر رح يكون سفر موفق ما فيه أي شيء يعاكس عليه اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد جدا اللي عنده أمور إلها علاقة بالمحكمة رح تكون لصالحه يعني الأمور إيجابية ببيت السفر البعيد والاتصالات البعيدة والمحاكم أما بالنسبة لبيت سمعتك بيتك العاشر فأنا شايف أنه لسه ضاغط بشكل سلبي يعني حاول قدر الإمكان أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك بخلال الفترة هاي لا عصبية ولا حدية ولا مشاكل ولا مخالفة القوانين حتى حاول أنك أنت توصل للحلول بدون ما تتهور أو تخالف القوانين حاول ما تدخل بخصومة أو مشاحنات أو مشدات كلامية بينك وبين رؤساءك بالعمل أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صديق أو تعاون مع صديق لشيء معين في نوع من أنواع التواصل ممكن تستغل معارفك بحل مشكلة معينة أو مساعدتك في أمر معين أنت كنت عاجز عن حلو بالفترة الماضية في نوع من أنواع اللقاءات الشخصية أو العلاقات العامة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال ضاغط بقوة عليك فحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتهور وما تعصب خلال الفترة هاي ما تروع على أماكن مشبوهة حاول تحمي نفسك بشكل كبير حاول أنك تنجز أعمالك الأعمال الموكهة لأيلك بشكل إيجابي وبدون ما ترهق نفسك وحاول تراقب وضعك الصحي وأخلد للراحة برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم شيء أنك ما تكون وحيد في هاي الفترة ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف بيتك بيت الشخصية متقلب طول النهار فترات أنت مبسوط فترات أنت زعلان لحظات مكتئب لحظات بدك تبكي لحظات فرح يعني متقلب على مستوى الشخصية بشكل عالي جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه في ضغطات مالية في مطالبات مالية في نوع من أنواع الضغط المالي موجود عليك بالفترة هاي أهم إش أنك أنت تحاول أنك تقلل من مصريفك قدر الإمكان وتفوتر أمورك وترتبها بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه في عندك دعم على مستوى السفر والتنقلات وعندك يعني إيجابيات عالية جدا ممكن الفترة هاي تروج لمشاريعك بنجاح يعني القمر حكى إشي بنطبق تماما على بيتك الثالث أما بالنسبة لبيتك الرابع ففي نوع من أنواع التواصل أو تعزيز العلاقة بالروابط العائلية أو بأحد أفراد العيلة أو الاهتمام في مسأل معين إلها علاقة في البيت حاول قدر الإمكان أنك تكون عنصر إيجابي وتضع الحلول المناسبة وتقدر تنجز أشياء كثيرة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الخامس فالعواطف عندك ما زالت جياشي عندك ثقة بالحبيب وتحاول أنك ترتبط فيه أو تتقرب منه خلال هذا النهار حاول أنك أنت تتقرب منه ولكن احذر من المجازفات واللهو والمرح في خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور برضو إيجابية بتقدر تنجز كثير من الأعمال المو كاللة إلك عندك اهتمام خاص في أمورك الصحية ممكن تراجع طبيب أو تشتري أدوية أو تبدأ في أمر له علاقة بالصحة تنزيل الوزن أو مراقبة الوزن أو هذه الأمور حاول أنك أنت تهتم فيها بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك السابع ففي نوع من التواصل ما بينك وبين شريكك بالمال أو بالعاطفة تقدر تحط خطة معينة أو تنظيم معين لجدولك أو لعملك تقدر تحقق من خلاله أشياء إيجابية في تواصل مع الشركاء جيد جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف إذا أنت محتاج لقرض أو دعم بالفترة هاي فهو فترة مناسبة جدا ممكن تحقق منها الإشي اللي أنت بدك هيه ممكن تجيك أموال عن طريق مساعدة أو هبة أو دعم من شخص معين فالفترة رح تساعدك بشكل كبير وتكون لمصلحتك في منك رح يهتم بالغيبيات أو الأمور الغيبية أو حتى حضور فيلم خيالي أما بالنسبة لبيتك التاسع فإذا كان عندك اليوم تنقلات على الشوارع المفتوحة يعني سفر أو عندك امتحان فما تعتمد على الحضوض نهائيا وما تتهور خلال هذا النهار في منك رح يكون على سفر حاول أنك تكون قبل الموعد في المطار ما تتراخى وتتكاسل على أساس الأمور ما تنحسب عليك بشكل سلبي أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت السمعة ضغط عليك بشكل كبير هذا النهار فحاول أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك أو يثير المشاكل حواليك ما تدخل بمواجهة مع رجال القانون أو مخالفة قانون أو مخالفة أي أمر يعني له علاقة بتشويه السمعة هذا النهار رح يكون معاكس لإلك تماما حاول تنجز العمل الموكل لإلك وما تدخل بمواجهة مع رئيسك بالعمل أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يكون في نوع من أنواع المواجهة بينك وبين صديق فتحتد بالنقاش معه فحاول تمسك أعصابك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة اليوم إيجابي جدا أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو في أوج المتاعب فحاول قدر الإمكان اليوم أنك أنت ما تتهور وما تغامر وحاول قدر الإمكان أنك أنت تحل أمورك بهدوء راقب وضعك الصحي بشكل جيد جدا حاول أنك تهتم بنفسك بشكل ممتاز وقوي حاول أنك تنجز الأعمال الموكللة إلك مش ضروري تضغط نفسك ولكن المهم فقط إنجزه وراقب صحتك برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي وممكن منكم ناس يسترد مال بعود له كان مدينه لحدا أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار وبلعب قريب إلك يعني أحد أقاربك دور مهم خلال هذا النهار بتهتم بقضية شراكة أو عمل بتعالج أمور بشكل دقيق وبتهتم للأولويات خصوصا الأمور المالية بتجد الحلول والتسويات هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لأبيتك الأول أنا شايف الأمور النفسية عندك مش قوية بالعكس في نوع من أنواع الضغط النفسي عليك في نوع من عدم الثقة بالنفس حاول قدر الإمكان إنك أنت تطلع من الجو السلبي هاد تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول ما تخلي هذه الكآبة تسيطر عليك لأنه هذا إذا أثرت بتأثر على كل البيوت اللي إحنا رح نذكرها فحاول إنك أنت أهم نقطة بيت الشخصية عندك إنك أنت تطلع من جو الضغط اللي أنت فيه أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا زي ما حكى القمر يعني الأمور فيها نوع من أنواع الفرص متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي وممكن استرداد مال بعودلكو أو ممكن تحصل على هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم في كثير من التحركات والتنقلات خلال هذا النهار بتساعدك في كثير من الأمور وممكن تجد حلول أو تقنع ناس بوجهة نظرك بطريقة هائلة جدا عندك سرعة بديها عالي جدا وقدرة على إقناع اللي حواليك أما بالنسبة لبيتك الرابع عندك أمر معين إلى علاقة في البيت ممكن يلفت انتباهك أو اهتمامك في شيء ضاغط عليك بشكل كبير يعني بتطلب منك أنك أنت تكون على يد المسئولية ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك بيت العاطفي خالي تماما من الحضوض والدعم هو برضو من المعاكسات فأمر طبيعي أو روتيني على حسب الحياة العاطفية اللي أنت عيشها أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أن الأمور جيدة جدا على مستوى العمل على مستوى الصحة تقدر تمجز كثير من الأعمال الموكلة اللي لا إلك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السابع فاليوم النشاط على مستوى الشراكي المالي والعاطفية عالي جدا فمنك ممكن يطرح فكرة مشروع أو شراكي على شيء معين أو يحاول يحل مسألة إلها علاقة بالشراكي المالي والعاطفية أو حتى مصالحة تكون بينك وبين أحد الشركاء فرح تكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى القروض والديون والسلف والأمور حتى الأموال اللي ممكن تجيك إلك أنت كنت مداينها لأشخاص ترجع لك أو تجد شيء أنت كنت فاقده خلال هذا النهار فيرجع لا إلك حاول أنك تنجز كثير من الأعمال اللي إلها علاقة بالدوائر الحكومية لأنها اليوم تدعمك بشكل خاص جدا بالحضوذ أما بالنسبة لبيتك التاسع فبدك تكون حذر جدا اليوم لأنه أنا شايف أنه منتحس السعيد ومنتحس السعيد أكثر من مرة خلال هذا النهار فما رح أقدر أعطيك أنا لا أنه إيجابي اليوم ولا أنه منتحس اليوم فعشان هي كيف نأخذ إحنا بالجانب الأكثر إذا عندك امتحان أو عندك سفر فحاول أنك أنت تكون مستعد تماما ما تعتمد على الحضوذ في هذا النهار وإذا كان عندك تنقلات بدك تكون حذر من الانفعال والتهور وحاول أنه قدر الإمكان في اتصالاتك الخارجية أنك تكون فاهم أنت إيش اللي بدك إياه وتعرف توصل الرسالة اللي بدك إياها بطريقة لبقة بدون انفعالات وعصبية أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا أجد اليوم برضو ضغط هائل على بيت السمعة حاول قدر الإمكان أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك حاول أنك ما تدخل بمجازفات أو مخالفات قانونية شو ما كانت أو أي شيء مشبوه حاول أنك تنجز الأعمال الموكلة لا إلك ما تدخل بمواجهات مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تزعل من أشخاص معينين مقربين لا إلك على تصرف أو على أنهم ما دعوك لشيء معين أو ما وجهوا لك دعوة أو ما كرموك أو ما قدروك أو ما وجبوك يعني فممكن يصير زعل منك اتجاه أي شخص من اللي أنت بتعرفهم بعلاقاتك العامة أو أصدقائك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو في أوج النحوسة فعشان هيك تدير بالك أنك اليوم تتهور أو تغامر بأي شيء مهما كان حاول أنك تكون عقلاني وتحل الأمور بطريقة عقلانية حاول أنك تنجز الأعمال الموكلة لا إلك المهمة حاول أنك تراقب وضعك الصحي وغذائك وحاول أنك تخلد للراحة بدون أي تهور يعني ما تكابر على نفسك وتقول لا أنا بقدر أنجز وبقدر أعمل لا بيت المتاعب بحذرك أنه ممكن في لحظة وحدي تشعر بالتعب وفي هذه اللحظة التعب ما رح يكون سهل وممكن يحتاج لطبيب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر